قرية خرنابات على مرضى من نيران الإرهاق فالقرية التي لا تبعد سوى كيلومترات عن مركز بعقوبة كانت قد سقطت على منازلها ثلاثة صواريخ كاتيوشا ليلة أمس اقتصرت على الأضرار المادية وقع شيء على البيت أكل ظن أنه كهرباء بالبداية بس برما قدمنا على الحادث وشفنا أنه صاروخ استهدف البيت بس بشكل عشوائي لأننا ما اتطقتنا خير من الله والناس متعايشين ومداخلين بيناتنا فما عدنا أي مشاكل وما عدا هذا أكو صاروخ أيضا سقط بغير مكان بس الله ستر يعني وقع بنصف كيلدور أو غرفة خطار ومنفجار والصاروخ الظاهر أنه مو يعني مالهاون مالكاتيوشا لأنه الفتحة شبيرة والتفليش والتانكيات البسطة ما لقينها ولا أنابيب أو شغلات الخلايا الأرهابية عن شون القوستاب حلت فكثرت فانطالب بالمداهمات بالتفتيش على المناطق المشبوهة تواجد مكان الأرهابين أهالي خرنابات ذات الطبيعة الزراعية أناس طيبون تتعدد فيها الطوائف والقوميات يحمدون الله على نعمة التآخي والمحبة التي وقفت لسنوات طوال جدار صد منيع أمام فتن الإرهاب المظلمة منطقة خرنابات منطقة تعتبر من أفضل المناطق بديالة من حيث الأمين لذلك بعض الأعداء رادوا أن يغيرون هذه الصورة عن خرنابات قصدونا وضربونا كم هذا صاروخ أو هاون الباحة صار بالليل نيتهم وهدفهم ووحيدهم وهذه التفرقة يرجعون التفرقة مرة ثانية ما بين سني وما بين شيعي وإحنا الحمد لله هذه نحن متجاوزيها وهذه لا تأثر علينا ولا تغير من وضعنا نهائيا جامع مال خرنابات هي مفتوح ليل النهار موجود والسني والشيعي والغريب يصلون به وكلها موجودة به استهداف خرنابات وبعض مراكز المدني ونشر السيطرات الوهمية على الطرق الخارجية والحدودية للمحافظة يراه مسؤولون محليون انذار خطر من تنامي نشاط الخلايا النائمة من جديد اليوم العمليات أغلبها في أطراف المحافظة يعني بين محافظة كاركوك ومحافظة ديالة محافظة صلاح الدين وحدود الفاصلة بين محافظة ديالة لكن حقيقة هناك ترقب وقلق من الأهالي والحكومة المحلية بانتقال هذه العمليات إلى مركز المحافظة لما يحدثهم من تأثير كبير على الواقع الأمني والانتصالات التي تتحققت تصاعد عمليات استهداف المدنيين والنقاط الأمنية في السعدية والأعظيم وحمرين مؤخرا يطرح العديد من علامات الاستفهام حول التوقيت والأهداف الإجرامية لتلك الخلايا مع وفرة المعلومة الاستخبارية أحمد الرسام قناة الرشيد ديالة